بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله خزتم سادتي ويا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين إمامنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى كان يمتثل هذه الآية المباركة وكان مصداقا وتطبيقا لها صلوات الله عليه كما هو شأن بقية أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين على الرغم من الظروف الصعبة القاهرة التي لم يمر بها لم يمر بها أي أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام مر بها الإمام زين العابدين عاش مع مجتمع قتل الإمام الحسين عليه السلام وقتل أهل بيته وسبى عياله ولم ترجف له شعر في بدنه كما يعبرون لم ترف له جفن عين بحيث أن هذا المجتمع وصل إلى درجة من القساوة أنه لم يكتفي بقتل الحسين عليه السلام بل صار يمثل بالجثث الزواكي وهذه الظاهرة مو ظاهرة أفراد يعني الأفراد الذين قتلوا الإمام الحسين لا الزيارات تتعلمنا تقول لعن الله أمة قتلتك لعن الله أمة ظلمتك أي أن الأمة الجماعة من الناس المجتمع بشكل عام كان قاتلا للإمام الحسين عليه السلام أو راضيا بفعل الذين قتلوا الإمام الحسين على المستوى الفكري كانت الأمة تعيش حالة من الضياع الفكري وظهور حركات منحرفة أسس لها بنو أمية من قبيل حركة الغلوب حركات الذين يقولون بالجبر الذين يقولون بالتفويض نشوء مدارس إسلامية فقهية لكنها منحرفة عن القرآن ومنحرفة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله على المستوى الفكري عاشت الأمة ضياع انتشار للشبهات انتشار للزندقة لأنه أخواني كما يقال الآن في دراسات في موضوع ارتفاع نسب درجات الإلحاد في المجتمعات الشرقية يقال بأنه لا توجد ظاهرة إلحاد عقائدي حقيقي يعني ما عندنا شاب هو مسلم قرأ أدلة التوحيد فلم يقتنع بها وقرأ أدلة الإلحاد فورثت له أو أورثته اليقين بعدم وجود الخالق لا إنما هي ردة تفعل على واقع سياسي مرير تعيشه الأمة على واقع اقتصادي أو اجتماعي يرى نفسه بلا حقوق بلا صحة بلا تعليم بلا حرية تعبير عن الرأي غيرها فيحاول أن يعبر عن صخطه تجاه ذلك المجتمع يقول أنا ملحد وأسباب أخرى منها السبب السياسي يقال أنه الحجاج في يوم من الأيام يمشي في إحدى الأزقة في الشوارع والناس يهربون يمينا وشمالا لاحظ معي هذه القصة المؤلمة والتي تسلط الضوء على الحقيقة التي نعيشها اليوم يقول الناس يهربون يمينا وشمالا حجاج طاغية سفاح يقتل من غير ذنب فالناس يهربون يمينا وشمالا إلا ولد شاب مؤمن بقي واقفا فتعجب الحجاج من وقوف هذا الشاب وعدم هروبه كبقية الناس قال لما لا تهرب كما هرب الناس قال ليست الطريق ضيق حتى أوسع عليك ولست مجرما حتى أخاف جرمي فجواب يعني يكشف عن شجاعة وعن بلاغة فأعجب الحجاج بجوابه وكذلك أراد الحجاج كأنه يحفظ ماء وجهه لما هذا الشاب لا يخاف من كذا فقال لعلك لا تعرفني أيها الشاب قال بلى أعرفك أنت الحجاج الذي كان يعلمنا القرآن في المسجد فعاد بي إلما إلى ذكريات أيام ما كان الحجاج يعلم الأولاد الصغار القرآن في المسجد كثير من الطواغيت كأنه كانوا بعضهم يسمون حمامة المسجد بسبب مداومته على حضور المسجد وعلى تلاوة القرآن الكريم فكان يقرأ القرآن الكريم واحد من ملوك بني أمية بلغ الخبر أن أباك قد توفي ووصلت إليك السلطة فسد القرآن الكريم وقال هذا فراق بيني وبينك يدره وبعد رح يفارق القرآن فالحجاج المهم كان يعلمهم القرآن فهنا الحجاج قال لهذا الشاب أتذكر شيئاً أتحفظ شيئاً علمتك إياه في صغرك قال له نعم قال له اقرأ خلنسمع يقول وإذا الشاب يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يهربون من دين الله أفواجاً قال قف حرفت القرآن يدخلون في دين الله قال نعم حينما يكون الحاكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بدينه وبفكره وبأخلاقه دخل الناس في دين الله أفواجاً أما إذا كان الحجاج هو الحاكم فالناس يهربون من دين الله فبسبب تسلط حكم بني أمية على الناس والمجازر التي قاموا بها مجزرة كربلا مجزرة واقعة الحرة رمي الكعبة بالمنجنيق غيرها من الأمور أدت إلى أن كثير من الناس بدأت تسيء الظن بالدين على اعتبار ذوله ويعتبرون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله ويدعون أنهم يمثلون رسول الله وهم هكذا يقتلون الناس بدم بارد فأدى أن تنشط حركة تسمى آنذاك الزندقة كانوا يسمون الملحد الزنديق الذي لا يؤمن بوجود الخالق ففي حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذن من الناحية الفكرية مجتمع سيطرت عليه ماذا؟ النزع الإلحادية من جهة نزعة المدارس الإسلامية المنحرفة اتبث عقائد منحرفة مدارس فقهية منحرفة من الناحية الأخلاقية إذا كان رب البيت بالدف ناقر فما شيمة أهل البيت إلا كذا فإذا كان الحاكم الذي يفترض أنه الخليفة يشرب الخمر علنا ويمارس الزنا علنا ويستمع إلى الغناء والمغنين ويعيش معهم ليالي حمرا كما يعبرون ويسهر إلى الصباح مخمورا حتى تحين وقت صلاة الفجر فيطلبون من أحد ملوك بني أمي أن يصلي بهم فيبعث إليهم جاريته إمرأة وهذه الإمرأة كانت مخمورة لاحظوا شوف مستوى الذل لعاشة الأمة بعد الحسين فهذه الجارية مخمورة فجاءت إلى المحراب تقيأت في المحراب وصلت بهم جماعة ثماني ركعات صلاة الفجر من ركعات فقيل له هذه سوت بنا سوت بنا هذا الضيم قال هل أقول لها أن تزيدكم هكذا صار مستوى الخلافة الإسلامية فكيف يكون حال الناس إذن فانتشر الغناء بصورة فضيعة جدا بحيث يقولون وحدة يسموها أم جميل حجت هي مغنية وجاءت إلى الحج جاء يصير عندنا الآن في مواقع التواصل الاجتماعي إذا شخصية مشهورة مشهورة بالفسق والفجور يروح إلى الحاج تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالصور وبعض الناس يترك الطواف ويترك الحاج ويروح وين وراء هذه الشخصيات المشهورة وهمياليت مشهورة بطاعة الله مشهورة بمعصية الله ففي ذاك الوقت أم جميل مجموعة من هؤلاء الفساق جاءوا إلى مكة فترك الناس الطواف وجاءوا لاستقبالها فانتشر الغناء بشكل فضيع ومراجعة بسيطة لكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تقريبا عشرين مجلد يتكلم فيه عن ظهور الغناء في مكة والمدينة بالذات تعمد بن أميه أن يجعلوا مهرجانات غنائية في المدينة رغما لرسول الله صلى الله عليه وآله يحاولون إسقاط قدسية مكة المكرمة وإسقاط قدسية مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فانتشر الغناء وانتشر شرب الخمر وانتشر الفسق والفجور أما من الناحية الاقتصادية بسبب انشغال الحكام بدنياهم وبخمرهم ولهوهم وفسقهم وفجورهم وسيطروا واستأثروا على المال العام كما يقول الإمام الحسين واستأثروا بالفي فعاش الناس ظروفا اقتصادية صعبة جدا ظهر الفقر وظهرت الفوارق الطبقية هذه كلها الظروف عاصرها الإمام زين العابدين على المستوى الفكري نشو حركات منحرفة على المستوى الأخلاقي تفسخ القيم الأخلاقية في المجتمع على المستوى الاقتصادي انتشار الفقر والفوارق الطبقية في المجتمع على المستوى السياسي الناس ليس لهم أن يقولوا كلمة جاه بني أمية مباشرة يقتلون وتهدم دورهم وتصادر أموالهم فمن كل النواحي فترة مظلمة إضافة إلى ذلك الإمام زين العابدين في رواية مؤلمة حقيقة يقول ما في مكة والمدينة عشرون رجلا يحبنا أهل البيت كان هناك تصفية لشيعة علي عليه السلام إما قتلهم وإما إيداعهم في السجن وإما تهجيرهم وبالتالي سيطر بنو أمية سيطر كامل على الأوضاع فالبعض في مثل هذه الظروف يفترض أن يستسلم لكن سبحان الله شوف أئمتنا عليهم السلام وإحنا تحدثنا وتكلمنا أكثر من يوم أئمة أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف لا يستسلم الإمام المعصوم لأي ظرف إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه وهو في السجن يدعو إلى الله وهو في السجن وهو في الطامورة أثر ببعض السجانين وأدى إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى ضاق هارون ذرعا به إلى أن حصل على السندي ابن شاهك كل ما يخليه في سجن يأثر في السجان أو يأثر في عائلته وحتى السندي ابن شاهك تقول الرواية إخته تأثرت بالإمام سلام الله تعالى عليه فأهل البيت دائما لا يستسلمون للظروف التي يمرون بها فكل هذه الظروف لم تثني الإمام زين العابدين عن القيام بعدة أعمال لمواجهة هذا الوضع أولا الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه أصر على البقاء في المدينة البعض يقول أن الإمام خرج عن المدينة واعتزل الناس هذه الرؤية مناقشة ويصر جملة من الباحثين منهم مهد البي شوائي في كتابة سيرة أهل البيت عليه السلام يقول كانت عروض عديدة للإمام أن يخرج من المدينة الإمام ما خرج بقي مصرا بعد رجوع إلى المدينة على أن يبقى ملازما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويعطي دروسه في القرآن وفي سنة رسول الله على الرغم من المنع الصادر من أيام السقيفة كان منع للحديث بحديث رسول الله وتدوين حديث رسول الله وقالوا حسبنا كتاب الله منذ ذلك الحين هناك منع على الحديث لكن الإمام كسر ذلك المنع وذلك الطوق على حديث رسول الله وهذه شجاعة تسجل للإمام زين العابدين أسس مدرسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله معتمد على القرآن ومعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وكان كل يوم جمعة له محاضرة وليس خطبة جمعة محاضرة في الناس يدعوهم إلى الرجوع إلى الله والتمسك بالقرآن والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تخرج على يديه جملة من العلماء منهم سعيد بن جبير ذاك المفسر الكبير للقرآن الكريم المعروف ومنهم المسيب وجملة من أصحاب أئمة أهل البيت صلى الله عليه مثلاً أبو حمز الثمالي هذا أيضاً من عظماء العلماء الذين تخرجوا على يد الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه فاهتم بالعلم والمعرفة لمواجهة ذلك الانحراف العقائدي هذا من ناحية من ناحية أخرى توجد ظواهر كما يعبرون ظواهر ومظاهر في حياة إمامنا زين العابدين تكشف عن عصمه وحنكة وقدرة لدى الإمام في التعامل مع هذه الظروف الصعبة مثلاً الاهتمام بالدعاء الاهتمام بالدعاء بحيث أن الإمام سمي زين العابدين لعبادته وسيد الساجدين وأثرت عنه الصحيفة السجادية التي فيها أدعية مباركة ومهمة وكبيرة لكن شوف يفسر هذا علماءنا يقول الإمام اهتم بالدعاء ليجعل من الدعاء وسيلة لبث مجموعة من العقائد والأفكار الدقيقة من خلال الأدعية ولذا يصر علماؤنا على أنه ينبغي أن يصير عندنا اهتمام بالزيارات والأدعية الليس نهتم بها من أجل الثواب يعني نهتم إحنا مثلاً نقرأ دعاء به حمزة الثمالي في شهر رمضان في السحر حتى نحصل ثواب حتى نحصل خشوع صحيح هذا جيد لكن لا أن تكون مادة علمية نستخرج منها كنوز معرفية يسمون الصحيفة السجادية زبور آل محمد صلى الله عليه لما تحتوي من معارف قرآنية ومعارف روائية الإمام لا يستطيع التصريح بها للرقابة اللي خلوها الأعداء فمن خلال الدعاء الإمام يضمن الدعاء معاني حتى سياسية معاني اجتماعية معاني أخلاقية معاني عقائدية تغذ روح التوحيد وهذا مهم قلنا في هذه الفترة الناس بدأ عندهم الشك بالله سبحانه وتعالى والشك بقدرته والشك بشريعة سيد المرسلين هذه الأدعية تربي في الناس حالة الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى تبين هذه الأدعية مضامين عظمة الله وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء إذن الإمام عالج مشكلة فكرية كذلك عالج مشكلة اجتماعية أخلاقية في المجتمع قلنا بأن المجتمع توجه إلى الغناء وتوجه إلى الفسق والفجور فكأنه الإمام طرح بديلا شايف يقول السيد عبدالحسين شرف الدين رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب المراجعات يقول لا ينتشر النور إلا من حيث من تشر الظلام يعني نفس الوسائل والآليات التي يتخذها الأعداء ممكن أن نتخذها لنشر النور هم ينشرون الظلام نحن ننشر النور يقول الأساليب اللي اتخذها الأعداء لتفسيخ عقائد الناس وأخلاقهم هو لجوءهم أن يترنموا بنصوص الغناء الإمام كأنه أعطاه للشباب وللمجتمع أن يترنموا بنصوص القرآن والأدعية بحيث يقول مجموعة من الناس اللي يطلعون مزارعين الصبح يروحون إلى عملهم إذا مروا على دار الإمام زين العابدين سلام الله عليه يسمعون يقرأ القرآن كأنه يتسمرون إلى الأرض بعد ما يقدرون يمشون لأن صوت الإمام كان صوتا ملؤه الخشوع وملؤه الجمال وملؤه الإنسان يشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى فكان يؤثر في النفوس من خلال قراءة القرآن ومن خلال الدعاء ويسحبهم من ذاك الجو الفاسد وهو جو الغناء والخمر وما شاكل إذن تركيز الإمام على الدعاء ليس أنه أهمل جانب المجتمع لا هو أصلا هذه وصفة علاجية لعلاج واقع الأمة فكريا وأخلاقيا إضافة أثر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إضافة إلى ذلك موضوع رسالة الحقوق رسالة الحقوق وهو شيء جديد يعني في حياة الأئمة عليهم السلام وفي ذاك التأريخ ما عد نفت كتاب أو أنه متحدث تحدث بمنظومة الحقوق في الإسلام بالشكل الذي قدمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لكي يعالد جانب الاجتماع في المجتمع أن المجتمع بدأ يضيع حقوق الوالدين بدأ يضيع حقوق الجوار بدأ يضيع حقوق المعلم والمتعلم بدأ يضيع حقوق الله حقوق رسوله حقوق أهل البيت تشوف الإمام بدأ الحقوق حق الله حق الأنبياء بعدين حق والديك حق جيرانك حق جسدك عليك حق 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 هذه الحقوق يعني فتشيء غير مألوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذا عالج مشكلة اجتماعية فتشوف أن الصورة التي تحدثنا عنها أول يوم أن الإمام إنسان معتكف معتزل الحياة ما عنده شغل وعمل غير البشي والدعاء وإنسان كأنه منكسر ومنزوي لا الإمام كان يعمل وهذا العمل الذي يقوم فيه رسالة رسالة أخلاقية أو اجتماعية أو فكرية من الظواهر المهمة في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقال أنه كان يملك مجموعة كبيرة جدا من العبيد ويجمعهم إلى يوم عرفة وإذا صار يوم عرفة يعتقهم كلهم قرب إلى الله ويقول لهم اسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي كما أعتقتكم فليعتق الله رقبتي من النار طيب لما نقف عند هذه الحادثة طبعا يتكرر كل سنة بحيث إحصائيات تقول مئات من العبيد الإمام يملكهم ثم بعد ذلك يعتقهم في يوم عرفة الروايات تقول الإمام في تواضعه أنه كان يذهب إلى الحج أكثر من سنة ماشيا وفي بعضها حج حافيا صلوات الله عليه ويختار رفقة لا يعرفونه لماذا؟ حتى يقوم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بخدمتهم يعني يروح مع ناس ما يعرفوه فيبدون يصيحون عليه تعال أيها الولد تعال أيها الرجل تعال أيها الكذا ولعلوا يتكلمون كلام غير محترم بحق الإمام اغسل كذا افرش كذا جيب كذا ارجع كذا فهو الإمام مهيئ نفسه أن يصير يخدم الناس اللي رايحين إلى حج بيت الله الحرام لشدة تواضعه فإذا عرفوه هو الإمام زين العابدين بعد ما يمشي ما يسافر معهم يسافر مع رفقة أخرى زين إذا كان الإمام هكذا وهو يقضي حاجته بنفسه بل يقضي حوائج الناس ويخدمهم فما حاجته إلى هذا الكم الهائل من العبيد بحيث سنويا الإمام يعتق كمية كبيرة من العبيد تبين أن هذه منهجية اتخذها الإمام للتعريف بالإسلام في البلدان الإفريقية مثلا الإمام لما يجيب العبيد يخليهم سنة هذا الإنسان الذي يعيش مع الإمام المعصوم سنة كاملة ويسمع حديث الإمام ويسمع كلام الإمام ويرى عبادة الإمام وأخلاق الإمام يتخرج عالم يتخرج فقيه يتخرج ولي عابد عند ذلك لما يعتقه الإمام ويذهب إلى بلده فإنه سيصبح داعية يدعو إلى الإسلام ولذا إحنا دائما نذكر مثالين المثال الأول بلاد الأندلس فتحت في زمن الأمويين بلاد الأندلس مرت عليها سنوات كبيرة أنها من الحواضر الإسلامية وصل إليها لإسلام بالقوة إحنا نخلي علامة استفهام على الفتوحات الفتوحات أهل البيت ما اشترفوا فيها وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لماذا؟ لأن الفتوحات أولا نقلت صورة سيئة عن الإسلام شون فتوحات الدواعش اليوم هاي سموه فتوحات فينقلون صورة سيئة عن الإسلام تجعل الناس تكره الإسلام ويجبرون الناس على اعتناق الإسلام بالقوة إضافة إلى مفاسدهم الفكرية والأخلاقية والاعتداء على الحرمات والأعراض وما شاء فمتى ما رفعت القوة رجع الناس إلى الكفر الأندلس وين هاليوم؟ الأندلس اليوم إسبانيا اللي فيها اليوم فقط معالم معالم لدولة قديمة جداً كانت تسمى أنها دولة الأندلس وبلاد إسلامية راحت اليوم ماكو بالمسلمين ليه شيئاً وصل الإسلام بالقوة وبالقهر فمتى ما رفعت القوة رجع الناس إلى واقعهم أما في إندونوسيا مثلاً في بعض مناطق إفريقيا الإسلام إلى يومنا موجود لماذا؟ لأنه نقل بشكل سلمي يعني الناس عن طريق التجارة مثلاً عن طريق اللقاءات اللي تحدث من هنا وهناك عن طريق القضية العلمية والقناعة وعن طريق الإيمان بالإسلام فبقي متجذر إلى يومنا هذا يقال أنه هناك مؤشرات تشير إلى أنه سبب انتشار الإسلام في إفريقيا هو هذه حركة الإمام زين العابدين من خلال هؤلاء العبيد الذين يؤتى بهم من تلك البلدان الإمام سلام الله تعالى عليه يعتقهم ويبعثهم لكي يكونوا دعاة بشكل علمي وأخلاقي للإسلام فتشوف إذن الإمام كان عنده منهج كامل في الدعوة إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما كان الإمام منزوي وبعيد عن المجتمع والظاهرة الأخرى في حياة الإمام سلام الله عليه هي ظاهرة البكاء المتواصل البكاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه هذا أخواني البكاء على الإمام الحسين ونذكرنا في أول ليالي المجالس أن فيه أبعاد معرفية وفيه أبعاد أخلاقية وفيه أبعاد اجتماعية وفيه أبعاد سياسية يتضمن ماذا الاعتراض على ظلم الظالمين بطريقة سلمية أنه إنسان يبكي على والده حينما يسأل الإنسان لماذا هذا الإنسان زين العابدين وهو من الناس الزاهدين العابدين العلماء الورعين المتقين من ذرية رسول الله مستمر بحالة البكاء رح يصير سبب سؤال فيسأل الناس لماذا هذا البكاء فيقال يبكي على أبيه الحسين وما الذي حل بالحسين فيصير سبب لأن يتذكر الناس جرائم بني أمية وظلامة الإمام الحسين عليه السلام ويبث فيهم روح الثورة على الظالمين تصور أنه الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه كان جالساً وكان منزوياً لا كل المؤشرات تشير إلى أن المختار الثقفي حينما خرج بثورته كان على علاقة واتصال بمحمد بن الحنفية وبالاتصال بالإمام زين العابدين بطريقة غير مباشرة حتى لا تتوجه الأنظار على الإمام زين العابدين سلام الله عليه أرجع المختار إلى محمد بن الحنفية فتلاحظ الإمام يعني كان يعمل كثير من الأعمال السياسية المهمة واحد من أساليبه هو أسلوب البكاء على الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه وتأسيسه للرثاء على الإمام الحسين ذكرنا البارحة قال أذلي أن أسعد هذه الأعوات فأقول كلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثوا أسس ضوابط منبر الإمام الحسين سلام الله عليه أن تكون الكلمات فيها لله رضا وللجالسين أجر وثوا ضوابطها ذكر فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله فضاء الأمير المؤمنين مصائب الحسين عليه السلام حتى ضج الناس بالبكاء وحتى أقوال الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه كانت تؤكد على قضية الإمام الحسين وربط الناس بالإمام الحسين أول إمام اتخذ تربة الإمام الحسين للسجود هو إمامنا زين العابدين يقول الإمام سلام الله تعالى عليه كانت عنده قطعة قماش واضع فيها شيء من تربة كربلاء إذا حضرت الصلاة يفتحها ويصلي عليها الإمام سلام الله تعالى عليه له أقوال في فضلي تذكر مصائب أهل البيت من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ولم تدمع عينه يوم تدمع العيون فكان يربط الناس بقضية الإمام الحسين عليه السلام عاطفيا وفكريا وحتى تشجيع على الخدمة أنا حدثت الأخوة في المسجد في هذه الرواية الجليلة العظيمة اللي تعطي دافع لخدام الإمام الحسين في المآتم في المواكف في أيام زيارة الأربعين وخدمة زوار الإمام الحسين لما رجع أهل البيت إلى المدينة السيدة زينب وبنات رسول الله أقمنا مجلسا لثلاثة أيام في المدينة يقول المؤرخون والإمام زين العابدين كان يطبخ لهن الطعام الله الإمام المعصوم بنفسه هو الذي كان يطبخ الطعام للذين يجلسون ويذكرون مصائب أبي عبد الله الإمام الحسين ليعطي هذا الدافع تجاه قضية الإمام الحسين لأن قضية الإمام الحسين قضية المذهب وبشعائر الإمام الحسين عليه السلام نحصل على فوائد معرفية أو أخلاقية أو اجتماعية أو حتى سياسية من خلالها نعبر عن الظلام التي وقعت على أهل البيت صلوات الله عليه فكان الإمام إذن كل هذه الأدوار يقوم بها وكان له حضور كبير في المجتمع لو كان منعزلا وكان بعيدا لماذا حينما جاء للحج هو كان في ذاك الوقت مجموعة من أهل الشام منهم هشام بن عبد الملك أراد أن يصل إلى الحجر الأسعد الحجر الأسود ما استطاع من شدة الزحام لكن لما جاء الإمام زين العابدين الناس انفرجوا له سماطين وذهب على هدوئه وسكينته ووقاره واستلم الحجر هذا فالظاهرة غريبة تكشف عن المنزلة الاجتماعية والتأثير والأثر الكبير للإمام في نفوس الناس خصوصا في الحج الحج ما فيه بقط أهل المدينة ولا في أهل مكة من كل بلدان الإسلام يعني كانوا يعرفون الإمام سلام الله عليه فبعض أهل الشام استغربوا سئلوا هشام بن الحكم قالوا من هذا قال لا أعرف هو يعرف الإمام سلام الله عليه لكن لا يريد أن يعترف بفضل الإمام ومنزلة الإمام هنا تقول الرواية كان الفرزدق الشاعر المعروف موجود وقرى هذه القصيدة الخالدة الكبيرة هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم فبالتالي إذن الإمام كان مؤثرا على الواقع الديني والواقع الاجتماعي والواقع السياسي وقلت ليلة البارحة لماذا قام اللعناء بقتله لا لشيء إلا لأنه كان يفشل مخططاتهم فضاقوا به ذرعا إلى أن دسوا إليه السمب أبي هو وأمه قضى شهيدا بعد عمر قضاه بالحزن والألم على مصاب أهل بيته على مصاب الحسين سلام الله تعالى عليه وما كانت كربلاء غائبة عن الإمام زين العابدين قد قطع السم الذعاف فؤاده قطعا فليت به أصيب فؤادي حر قلبي لمولانا باقر آل محمد حينما وضع أباه على الصخرة المغتسل وجرد ثياب ورأى آثار الجامعة أخواني الجامعة أثرت كثيرا في الإمام روحي له الفداء يقول الإمام يوصف حالته يقول لمن أدخلونا إلى الشام كانت الجامعة في عنقي وهناك حبل كبير ممدود من عنق الإمام إلى يدي زينة السلام الله عليها بحيث إذا وقع أحدهما وقع الآخر يقول المنهال دنوت من الإمام قلت سيدي يا ابن رسول الله ألك حاجة قال نعم يا منهال إذا عندك أموال ادفح إلى حامل الرأس لكي يتقدم أمامنا لكي ينشغل الناس بالنظر قال نعم سيدي يقول انطيت أموال إلى حامل الرأس قنعت أن يروح يحمل رأس الحسين بعيدا عن الإمام زين العابدين وبنات الرسالة فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا يقول رجعت قلت له سيدي إلك حاجة أخرى قال نعم إذا كان عندك ثوب خلق ثوب قديم قلت سيدي أنتم تكسون الناس الشيء جيد تريد ثوب قديم ماذا تصنع به يا ابن رسول الله قال لكي أضعه تحت الجامعة فقد أكلت عنقي يقول بعضهم أن الجامعة كانت فيها مسامير إذا تحرك إمامنا يمينا أو شمالا دخلت تلك المسامير في عنق إمامنا يقول المنهال فلما رفع الجامعة وإذا الدماء سال من عنقه على ثوب أولي قام الباقر وغسل بإيده وشاف السياق وشاف الجامعة شعملة الجيدة وشاف الساق به شعمل قيادة يقعد يبتشو على حال يتهض ثم لما سمع الناس بمقتله ووفاته خرجوا يلطمون على الرؤوس غسله باقر آل محمد وكفنه وحمله إلى البقيع وأنزله في قبر شال شال للبقيع وحفر قبره يم أمه والله شال للبقيع وحفر قبره يم عم الحسن ومه الزهر قعد عنده يوال ويجر حسر وقلبه من الوني يجس من الصه أيام وقلبه من الوني ينجس أيام نوص أيام أجركم الله ما دفنه الإمام وبلل ثر القبر بدموع عينه شال الباقر حط بضريحة شال الباقر حط بضريحة سيدي كيف كيف الصلاة آية عاد الماجر أهب أهب كربل روحي لها روحي لها الفداء لكن قبل ذلك نقرى هذه الأبيات لقضاء الحوائجي ولشفاء المرضى ولأن يفرج الله عنا وأن لا يحرمنا من مجالس أبي عبد الله أولسان حال خدام الإمام الحسين ورحم الله من كانوا معنا في العام الماضي واليوم افتقدناهم الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر بيه ورد البس ثياب السود واخدم بالحسيني الحمد لله وصل عاشور وامتد للسنة عمري واحضر من برك مولاي وبشو دمعت تجري أولنا يا عمصابك صاح أوشم باللطم صدري بل شوي الخدم اسمي يتسجل بتعزيك سيدي أبا عبد الله هذا عهد الولاء سيدي أبو اليمة ورد العمر ذو أبا الغصنة ويبسة ورودة شيفي أيد الوسف على الرايح عمر الراح شيعود أخي أخي صفحة أعمالي لمن تنكشف سودة أنا أدخي لك يا أبو اليمة وأريدك تستر عليه يا سيدي يا أبا عبد الله أنا أريد أن ثواب بشاي ما داعيك على الإجراء قل لي بعد شام عاشور أبتشو يومك الزهر أريد أن جمرة صابك تبقى بضمر موجره ودمع عليك لا ينقطع جاري سيدي أبا عبد الله لا تحرمنا من الدمع سيدي أبا عبد الله لا تطردنا من مجلسك وخدمتك سجلنا في سجل فاطمة فاطمة التي تحضر إلى مجالس أبي عبد الله اتقول أنا أدور بالمجالس أنا أطلع من لطم وادخل لطم ثاني والطمع الضلع بسحي الأذاني الزراع علي السلام التي ما غابت عن كربلا ما غابت عن أبي عبد الله حينما نادتها زينب يوم العاشر من المحرم زينب شنو نادت على الزهراء قالت يمي محسن لي تعالي وشوف كربلا سوت بحالي أنا شوف أخوتي مذبحي يا 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 ايكبا يا عالي قالت الحمو بعيدة أنا يوم يشييه أنا بمو بعيد وانا شفت حسيان من قطع وريده ثلثة ياما ساعتشنا البيادة ليه سيدتي يا زهراء ثلثة ياما ساعتشنا البيادة ساعا هض ودور خرص ريدة أو ساعا هض ودور شايا يا إياف عضييد وأفاطم لو خلت الحسين مجدلة وقد مات عطشانا بشط فراتي نسألك اللهم وندعوك إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية يا الله اللهم بحق الزهراء تقبل منا هذا العمل القليل واجعله ذخرا لنا يومنا لقاك يا رب اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة وخدمة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين الأخوة القائمين على هذه المجالس المباركة اللهم تقبل أعمالهم وقضي حوائجهم وشافي مرضاهم ويسر أمورهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم يا الله يا الله يا الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم مجالس أبي عبد الله الحسين وأن يجمعنا وإياكم تحت خيمة أبي عبد الله في الدنيا والآخرة ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى وتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وعهد الولاء لمولاتنا الزهراء سلام الله عليها نهدي ثواب الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والشهداء الأبرار رمات السامعين والمؤسسين خدام الحسين من سابقونا إلى الإيمان زوار أبي عبد الله الحسين من لم يذكره ذاكر مع ثواب الصلاة على محمد وآل محمد